عندي تحديث عاجل للبيتكوين والإيثريوم والسولانا في الوقت اللي نكسر فيه أعلى قمة جديدة اليوم جماعة راح تكلم عن إيش هي الحركة الكبيرة القادمة ويوصلني السؤال هل لازم تبيع البيتكوين في هذه اللحظات إيش هي الفرصة وفين راح يكون الارتفاع القادم اليوم جماعة راح تكلم عن هذا الشيء بالضبط في هذا الفيديو فتأكدوا بأنكم تظلوا معايا من بداية إلى نهاية هذا الفيديو لأنه جماعة الأشياء تمشي بشكل رائع جداً وهذا راح يستمر راح نستمر جماعة بأنه ندخل أموالها إلىها مستقبلاً ولكن شيء مهم جماعة جداً بأنك تتأكد أنك تكون جاهز لكل السناريات المحتملة راح أتكلم عن كل هذه السناريات الجماعة في هذا الفيديو علشان ما يتم خصفك مستقبلاً لأنه بكل تأكيد ناس كثير راح يتم خصفهم مرحباً بكم مرة أخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات عن العملات الرقمية كل يوم ومعلمكم كيف تحصلوا على الأرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس الآن وجماعة على فريم الأربع ساعات لما حصلنا على انخفاض طبعاً زي ما أنتم عارفين عملت فيديو قبل يومين قلت بأنه إحنا راح نحصل على انخفاض وكثير من الناس راح يتم خصفهم وبالفعل حصلنا هنا على انخفاض نعم كثير من الناس تم خصفهم تم عمل وخصف 800 مليون دولار قيمة الكريبتو اللي تم خصفها وبعد كده اليوم عملت فيديو قلت أنه اليوم جماعة الحيتان راح يحاولوا بأنه يخدعوكم الحيتان راح يحاولوا بأنه يوقعوكم في الفخ وراح يحاولوا يقنعوكم بأنه البول ماركت انتهى وراح نبدأ بالانخفاض من هذه النقطة وبعدها راح يدخلوا إلى نقطة الليكوديشن راح يدخلوا إلى مستوى الليكوديشن مستوى الخصف وفي الواقع هنا ما يبدو الشكل واضح جداً ولكن إذا رحنا إلى الفيديو اللي نشرته سابقاً فتقدر تشوفوا جماعة بأنه كان في عندنا هذه النقطة نقطة الليكوديشن عند 90 ألف دولار إلى مستوى 91 ألف دولار هذه هي كانت نقطة الليكوديشن اللي الحيتان راح يحاولوا بأنه يرفعوا السعر إليها لأنه كانوا يحاولوا يقنع الناس بأنه خلاص البول ماركت انتهى وكان في عندهم أخبار سلبية تم نشرها في الأخبار كمان فبعض الناس في الواقع باعوا البيتكون تبعهم وبعض الناس كمان دخلوا بيع في البيتكون هنا في هذه النقطة وبعدها رفعوا السعر إلى هذه النقطة زي ما تشوفوا هنا وصل السعر إلى هذه المنطقة الصفراء وبعدها حصلنا على شورت سكويز وحصلنا على ارتفاع للأعلى لأنه تم عمل لكوديشن لناس كثير تم خسفهم وعشان كده السعر ارتفع فهذه جماعة هي الطريقة اللي الحيتان يلعبوا فيها السوق والآن لازم يكون مجهزين للحركة الكبيرة القادمة طيب أول شيء جماعة عايز أوريكم إياه وهو أنه الفوندينج ريت مرة أخرى جماعة الآن بدأت بأنه تبدأ بالسخونة مرة أخرى ولما الفوندينج ريت لما هذه المعدلات تسخن شوية وترتفع فيكون فيه احتمالية بأنه راح نحصل على خسف راح نحصل على لكوديشن لللافرج وطبعا حاليا مش عارفين متى راح يتوقف هذا الارتفاع في عندنا هنا مستوى مقاومة عند 95 ألف دولار وكمان أضفت هنا مستوى مقاومة آخر عند 100 ألف دولار لأنه هذا هنا شيء منطقي بأنه راح نحصل على بعض المقاومة عند هذا الرقم القبي فهذه هي المستويات ومحتمل بشكل كبير بأنه راح نحصل هنا على شوية فلاش لللافرج لما نوصل إلى هذه المستويات لأنه مرة أخرى زي ما قلت في السابق في الفيديو التبعي هنا قلت بأنه لما الفوندينج ريت تسخن فإحنا نكون على وشكنا نحصل على انخفاض ما أعتقد بأنه هذا راح يكون شيء عنيف جدا ولكن على أي حال هذا الشيء راح يحصل فهذا هنا شيء لازم يكون مجهزين له ولكن يا جماعة هذا القطار أعتقد بأنه راح يستمر بشكل عنيف جدا للأعلى وراح نكسر حرفيا فوق مستوى 100 ألف دولار أعتقد بأنه إحنا نبعد فقط بكم يوم من أنه نعمل هذا الشيء ولكن أكيد طبعا ما نقدر إنه نضمن كل شيء ولكن أعتقد بأنه مقدر للبيتكوين بأنه يكسر فوق مستوى 100 ألف دولار في وقت قريب جدا وهذا الارتفاع هنا الكبير يستمر للبيتكوين في الوقت الحالي فهذا هو البول ماركت في البيتكوين والآن يا جماعة إذا فوتتم قطار البيتكوين خلونا نتكلم عن إيش اللي راح يحصل هنا لهذه العملات البديلة أول شيء بعض الأخبار هنا يا جماعة قبل أن نتكلم عن العملات البديلة هو قبل أن نتكلم عن هذه الاستراتيجيات جماعة كل الناس اللي دخلوا في هذه الاستراتيجيات دخلتم أموال هائلة جدا أموال جنونية طبعا توصلني كل رسائلكم وتوصلني كل التعليقات ألف مبروك لكم جماعة وتأكدوا بأنه يكون في عندكم إدارة مخاطر جيدة هذا هو الشيء المهم استمتعوا بهذه الأرباح وبالذات لكل الناس حتى كمان اللي دخلوا في هذا الصباح لما عملنا الفيديو لما كانت السلانة عند تقريبا 200 دولار قلت بأنه هذا هنا ما يعتبر وقت سيء للسلانة بأن الواحد يدخل وإلى الآن تقدروا تشوفوا بأنه ارتفعت بـ 8% و 10x leverage هذه هنا راح تكون 80% فإذا دخلتم في استراتيجية السلانة هذه هنا فإنتوا تكونوا دخلتم أرباح حائلة جدا فألف مبروك لكم ولكن تذكروا بأنه هذه هنا كلها للمداء الطويل فيعني مش مهم جدا التحركات اللي تحصل هنا على المداء القصير لأنه هذه بشكل كبير تشتغل على المداء الطويل وعلى المداء الطويل راح ندخل جماعة ملايين وملايين الدولارات ولكن على أي حال خلينا جماعة هنا نتكلم عن بعض الأخبار قبل أن نتكلم عن استراتيجية تداول طيب الأخبار هو أنه كسرنا هنا فوق مستوى المقاومة وتم عمل لكوديشن للشورتز فالحيتان قدروا بأنه يتلعبوا في السوق وقدروا بأنه يوقعوا ناس كثير هنا في هذا الفاخ وتم خصفهم فهذا هنا كان أول شيء طيب الشيء الثاني وهو جماعة بيانات التضخم اللي طلعت كانت بالضبط كما هو متوقع طيب طلعت بـ 2.6% والتوقع كان 2.6% والكولينفليشن كان 3.3% والتوقع كان 3.3% فبالضبط هذه البيانات طلعت كما كان متوقع ولكن جوفوا جماعة ليش بدأنا بالارتفاع بعد هذا الشيء؟ لأن الناس جماعة كانوا مستنيين لهذه البيانات علشان يتم إطلاقها قبل أن يضرطوا على الزر كانوا فقط عايزين يتأكدوه بأنه ما راح يكون فيه مفاجآت سيئة وفي الوقت اللي نرتفع فيه الآن بشكل كبير جدا تخيلوا جماعة أنا قلت هذا الشيء كمان منذ البداية في لسه أموال هائلة على دكات الاحتياط وهذا الأجماعة راح يدخله بشكل هلع راح يخافوا من تضيع الفرصة لما نكون عند 120 ألف دولار 150 ألف دولار راح يدخله بشكل هلع راح يخافوا من تضيع الفرصة وهذه الأجماعة هي الطريقة اللي نحصل فيها هنا على ارتفاعات هائلة وبعدها نحصل على انخفاضات في النهاية فأكيد راح نكون مجاهزين لهذه الأشياء ورح نتكلم عن هذا لما يكون على وشكل يحصل ولكن هنا شكلها جيدة زي ما قلنا فالتضخم طلع هنا بشكل جيد وفي عدنا هنا السولانا وبيبي وكردانو وإكس آر بي راح ترجع إلى تطبيق الروبنهود بعد فوز ترامب وأتذكر جماعة بأنه روبنهود يعتبر تطبيق رقم واحد اللي المتداولين العاديين يستخدموا في أمريكا فالآن لما المتداولين العاديين يكونوا قادرين مرة أخرى بأنه يشتروا هذه العملات عن طريق روبنهود فهذا جماعة راح يضيف ضغط شراء وراح يدخل سيولة كبيرة هنا إلى السوق راح تحصلوا راح تشوفوا تدفق شراء كبير جدا قادم فقط من روبنهود لوحده طيب خلونا نكمل يا جماعة الآن خلونا نشوف هنا على التقدم اللي يحصل هنا في هذه الدورة طبعا الإحساس الآن الحالي الموجود هو أنه إحنا في بول ماركت هائل وطبعا إحنا الآن في فترة بول ماركت ولكن إذا شوفنا هنا على الترند بشكل عام لهذه الدورة فإحنا في الواقع نؤدي كما هو متوقع نتحرك بنفس الأسلوب اللي عملناه في الدورات السابقة فالدورة الرابعة باللون الأخضر فتقدروا تشوفوا كيف تقدم هذه الدورة منذ التنصيف وبعد كذا تقدروا تشوفوا الدورة الثالثة باللون الأصفر تقدروا كمان تشوفوا أداء هذه الدورة الثالثة وما يبدو بأنه الدورة الأولى والدورة الآن هنا تم تفعيلها من قبل بنجامين كوهن لما نشر هذا للتشارت فهذا هنا جماعة كله جيد الدورة الآن شكلها بالضبط كما هو متوقع والآن البيتكوين للتو تجاوز الرامكو وأصبح سابع أكبر أصل في العالم بعد كذا الآن التنافس رح يكون مع جوجل وبعدها أمازون مايكروسوفت أبل إنفيديا وبعد كذا رح نوصل إلى الذهب فهذه جماعة هنا فقط مسألة وقت إلى أن يوصل البيتكوين إلى المرتبة الأولى إلى أصل رقم واحد في العالم والآن جماعة نحن هنا عند 1.8 تريليون دولار فممكن أن نرتفع بعشرة أكس علشان نوصل هنا إلى القيمة السوقية اللي رح تجعلنا رقم واحد واللي رح ترفعنا هنا فوق الذهب فهل أنتم عايزين هذا الشيء؟ هل عايزين أن البيتكوين يوصل إلى مستوى 920 ألف دولار للبيتكوين الواحد؟ هذا هو اللي رح يحصل فقط اعطوه هنا بعض الوقت والآن خلونا نتكلم عن العملات البديلة أول شيء قبل أن نتكلم عن استراتيجية تدول طيب بالنسبة للعملات البديلة زي ما قلت طبعا السلانة حاليا متماسكها بشكل قوي جدا أول شيء أعزي أتكلم هنا عن حيمنة البيتكوين طيب حيمنة البيتكوين تقدر تشوفه بأنه ترتفع بشكل كبير جدا وترتفع بشكل سريع وإيش معنا هذا الشيء؟ البيتكوين يجماعه يرتفع ويسحب ويستنزف السيولة من السوق البيتكوين حاليا يستنزف السيولة من بقية العملات البديلة فهذا جمع شيء طبعا شفته دائما يحصل مرة بعد مرة تقدر تشوفه بأنه البيتكوين مرتفع بنسبة 7.5% في خلال الـ 24 ساعة الماضية والعملات البديلة كمان مرتفعة هنا شوية ولكن كمان كثير من هذه العملات داخلها هنا بلون أحمر أو يعني عند مستويات متساوية لأنه تسحب وتستنزف السيولة من العملات البديلة ولكن شفت هذا الشيء زي ما قلت مرة وراء مرة ودائما يكون في عندنا قمة دائما نوصل إلى القمة سواء كانت اليوم أو سواء كانت في خلال أسبوعين أو في خلال الشهر ولكن دائما يكون في عندنا هنا قمة في هيمنة البيتكوين وبعدها العملات البديلة تبدأ بالتغلب وترتفع بشكل الجنوني جدا فلسه في فرص كثيرة جماعة وفي الواقع أعتقد بأنه حتى في هذه النقطة للسولانا عند 215 دولار أعتقد بأنه هذه هنا لسه تعتبر مش فكرة سيئة إن الواحد يدخل عند هذا المستوى طيب الآن خلونا نتكلم هنا عن الإثريوم مقابل الدولار طيب الإثريوم تقدروا هنا تشوفوا بأنه كمان حصل على انخفاض بسيط ولكن أعتقد بأنه هذا الإثريوم كمان راح يكسر هذه المستويات للأعلى وإذا شوفنا على السولانا مقابل البيتكوين نرجع هنا إلى السولانا مرة أخرى هنا على الفريم الأسبوعي تقدروا تشوفوا بأنه تماسكت هنا داخل هذا النموذج نموذج المثلث وإحنا الآن ننخفض إلى الخط الصفلي من هذا النموذج فأتوقع بأنه راح يكون في ردة فعل للسولانا ونبدأ أنه نتغلب هنا على البيتكوين في أثناء هذا الصعود ولما البيتكوين ارتفع السولانا كمان ترتفع فأنا أتوقع بالذات كمان أنه راح نكسر هنا فوق هذا النموذج للسولانا أعتقد بأنه راح نحصل على حركة كبيرة للسولانا للأعلى وإذا شوفنا هنا جماعة على الإيثيريوم مقابل البيتكوين هنا نقارن الإيثيريوم مقابل سعر البيتكوين فمرة أخرى إحنا لسا هنا عند قاعد دورة في الإيثيريوم وما وصلنا إلى هذا الانخفاض منذ عام 2021 وبعدها الإيثيريوم ارتفعينها بشكل كبير جدا مقابل البيتكوين فأعتقد بأن السولانا والإيثيريوم هذه جماعة أشياء هائلة هذه عملات هائلة جدا إذا في عندكم صبر كافي الصبر هو المفتاح صبر كافي يا جماعة وخلوا البيتكوين يشوف شغله خلوا البيتكوين يدخل في ارتفاع هائل خلوا يسترخي كمان شوية وراح نشوف العملات البديلات تدخل وترتفع بشكل هائل جدا وفي الوقت الحالي طبعا أعز أقول هذا الشيء هنا قبل أن نتكلم وبالنسبة جماعة في عندي تحديث عاجل جدا هنا بخصوص الإستراتيجيات ولكن قبل أن نتكلم عن هذا الشيء راح يكون في عندنا هنا ردة فعل من عند هذا المستوى عند 95% وراح يكون كمان في عندنا طبعا شوية ردة فعل من عند هذا المستوى 100 ألف دولار وإذا شفنا البيتكوين هنا يرتفع وبعدها ينخفض بهذا الشكل لا تتفاجأه إذا السلانة وكمان بقية سوق العملات البديلة انخفضت أكثر وحصلنا على خلونا نجوف هنا إذا شفنا هنا على السلانة مقابل البيتكوين والإيثريوم مقابل البيتكوين لا تتفاجأه إذا هذه التشارتات انخفضت إلى قيعان جديدة لا تتفاجأه إذا هذا الشيء حصل لأن هذا الشيء طبعا أكيد ممكن يحصل وشفنا هذا الشيء بعض المرات البيتكوين يدخل بارتفاع هائل وبعد كذا ينخفض وينزل معه بقية سوق الكريبتو وعشان كذا أنا أقول لازم يكون في عندكم صبر كافي وأعتقد بأنه هذا هنا رح يكون شيء مثمر جدا طيب وبالنسبة لإستراتيجية تداول تبعي فلازم يجمعه نعمل هنا تحديثات كبيرة زي ما أنتم عارفين بأنه أنا دائما إذا رحنا هنا إلى صندوق الوصف لهذا الفيديو في عندي تاريخ تداول تبعي هنا موجود اضغطوا على هذا الرابط وروحوا هنا إلى نطاق تداول الحالي في هذا الملف ورح ندخل جماعة أموالها إلى جدا من هذا الشيء أول شيء رح نغير نطاق تداول هنا للبيتكوين من سعر 72 ألف دولار إلى 107 دولار طيب هذا جماعة هو النطاق الجديد فلبيتكوين المستوى السفلي هو 72 ألف دولار والنطاق العلوي رح يكون هنا عند 107 دولار وهذا لأنه أعتقد بأنه رح يكون في عندنا ارتفاع هنا للأعلى حتى ولو حصلنا هنا مقاومة من عند هذا المستوى نعم رح نمشي بشكل جانبي لفترة وعايزين أنه نستغل هذا الشيء بشكل تام وعشان كذا رح نغير الإعدادات هنا شوية لهذه استراتيجية علشان نستغل هذه الحركات الانفجارية للأعلى ولكن كمان مستوية المقاومة أنا لست عايز أضع النطاق هنا شوية فوقه لأنه محتمل كبير بأنه رح نحصل هنا على ديل بهذا الشكل حتى ولو واجهنا هنا مقاومة عند هذا الخط عندما نكسر هذا الخط رح نحصل هنا على مجرد ديل تقريبا أو إغلاق هنا فوق هذا الخط وبعدها نحصل على انخفاض وعلى أمل بأنه رح ننزل إلى هذا المستوى وممكن نسترخي هنا شوية ونحول هذا المستوى إلى مستوى دعم عند 100 ألف دولار وعشان كده جماعة للبيتكوين حاليا الآن مهم جدا بأنه نعدل الإعدادات شوية طيب تروحوا هنا إلى استراتيجية تداول تبعكم اللي فتحتوها وتضغطوا هنا على تعديل نطاق التداول وهنا رح نعمل نفس الشيء اللي وردكم طيب هنا 72 ألف دولار و107 ألف دولار وبعد كده رح نضيف غريتز أخرى رح نضيف مستويات أخرى 177 فهذه جماعة هي الإعدادات الجديدة خلونا نكمل أنا ما رح أعيد استثمار هذه الأموال اللي كسبتها حاليا ولكن رح أضيف أموال أكثر لاحقا ولكن حاليا أعايز أن أعمل هذا الشيء يدويا فخلونا نضغطينا على وهنا تقدر تشوف رح نعيد كمان إعادة تغيير كل هذه البيانات حاليا وخلونا نشوف سحر هذه الإستراتيجية أوكي عدلنا النطاق وكمان رح أضيف هنا أموال أكثر شوية لأن أنا عايز أستغل هنا التقلبات على المداء القصير اللي رح نواجه هنا في النهاية بين مستوى 95 وكمان لما نوصل إلى مستوى 100 ألف في النهاية فاللي رح أعمل يا جماعة هو أن رح أضيف 20 ألف إذا حصلنا على إنخفاض رح أرجع هذه الأموال إلى هذه الإستراتيجية فيوجد هناك نوعا ما تداول قاعد يحصل فأنا رح أعمل هذا الشيء حاليا في إستراتيجية البيتكوين هنا أشيل هذه الإشارة من هذا المربع الصغير وأتأكد أن مستوى لما تضيف أكثر يكون عند مستوى مريح ومستوى هابط علشان ما ينزل للسعر إلى هذا المستوى هو يتم خسفكم طيب فأنا رح أضيف 20 ألف إضافية هنا لإستراتيجية البيتكوين تم أضاف هذا المبلغ فإن الطاقة الآن يعتبر كل محدث في هذا الملف حاليا وكتبت هنا بأنه في فيديو قادم قريب جدا لأنه أنا عارف بأنه في ناس كثير يتابع هذا الملف وطبعا حاليا تقدر تشوف بأنه في 31 شخص يشوف هذا الملف حاليا فشيء رائع جدا حتى هنا مجتمع متداولين رائع جدا ولكن على أي حال أضفت هنا الإعدادات وأضفت هنا التحديثات لكل الناس المهتمين بهذا الشيء فحال جماعة راح أخلي المستويات كما هي للإيثيريوم والسولانا ولكن مع حدوث هذه الأشياء الجنونية اللي تحصل في السوق وبالذات إذا الشيء اللي أقوله والشيء اللي أنا مؤمن فيه راح يحصل ونشوف هايمنة البيتكوين تنخفض إذا هذا الشيء حصل واللي يعتقد نعم بالفعل راح يحصل فراح نشوف يا جماعة ارتفاعات كبيرة جدا للإيثيريوم والسولانا وهذا راح يكون شيء سريع جدا وهذا راح يكون معناته بأنه لازم نعمل تحديثات سريعة جدا ونغير الاعدادات هنا لهذه الاستراتيجيات للإيثيريوم والسولانا فعشان كده يا جماعة أنا الآن أقولكم بأنه إذا لسه ما عملتم هذا الشيء فتأكدوا يا جماعة بأنكم تضغطوا على زر الجرس وتشتركوا في القناة شيء مهم جدا بأنكم تفعلوا زر الجرس علشان يأتيكم الإشعار في الوقت اللي أنزل فيه أي تحديث بخصوص هذه الاستراتيجيات وما تفوتوه وما تكونوا متأخرين من ناحية هذه الأرباح وما تكونوا متأخرين من ناحية الإجراءات اللي لازم نعملها علشان نستمر بكسب مئات آلاف دولارات من هذه الاستراتيجيات طيب فألي راح أعمله الآن للتوقت لكم بأنه نعم أعتقد بأنه الإيثريوم وإسلانا لسه تعتبر فرص جيدة مقارنة بالبيتكوين طالما بأنه في عندنا إدارة مخاطر جيدة ونتأكد بأنه ما يتم عمل لكوديش لنا ما يتم خصفنا في هذه الاستراتيجيات فالأشياء راح تكون رائعة جدا طيب فاللي راح أعمله الآن جماعة وهو أنه أنا راح أضيف هنا 20 ألف إضافية إلى السلانا وراح أضيف 10 ألف إضافية إلى الإثريوم طيب راح نضيف هنا إضافة استثمار طيب هنا للسلانا قلنا 20 ألف دولار أوكي وهنا 10 ألف إضافية إلى الإثريوم طيب هنا نضيف 10 ألف للإثريوم أوكي طيب فكالعادة جماعة زي ما أنتم عارفين أنا دائماً أوثق لكم كل شيء كل شيء تقدروا تشوفوا هنا في هذا الملاف تقدروا تشوفوا كل شيء أعملوا كمان على القناة إذا تم خسفي فرح تشوفوا هذا الشيء وإذا دخلت أموال فكمان رح تقدروا تشوفوا هذا الشيء على القناة وإذا عايزين يا جماعة تتابعوني وإذا عايزين تعملوه نفس الشيء اللي أنا أعمل في هذه الإستراتيجيات فانزلوا إلى صندوق الوصف لهذا الفيديو في عندكم يا جماعة الفيديو الأول والفيديو الثاني والفيديو الثالث هذه هنا فيديوهات تعليمية تكلمت فيها عن كل شيء تحتاجوا أنكم تعرفوه بخصوص هذه الاستراتيجيات وإذا عزينا يا جماعة تعرفوا التاريخ بالكامل للشيء اللي قاعدين نعمله منذ البداية فاضغطوا هنا على هذا الرابط وصلنا إلى 1 مليون دولار من 4000 دولار استثمار هذا يا جماعة كله علني كله موجود على القناة وموثق هنا في هذا الملف في عندكم كل الفيديوهات موجودة هنا في هذا الملف فهذا هو الشيء اللي نعمله الآن نحاول أنه نستغل هذا البول ماركت بأكبر قدر ممكن وإذا عزينا جماعة تنضموا إلى هذه الاستراتيجيات أول شيء سجلوا هنا في منصة البايونيكس عن طريق هذا الرابط اضغطوا هنا وبعد كده تضغطوا على هذا الرابط علشان تكونوا مؤهلين للبونسات اللي يقدموها وبعد كده إذا عزينا تنضموا هنا في هذه الاستراتيجيات فتقدروا هنا تحصلوا على بوت البيتكون من هذا الرابط وبوت الإيثريوم من هذا الرابط وكمان بوت السولانا طيب والآن في شيء جماعة مهم جدا عايز أضيفه وهو أنه خلونا نقول مثلا هنا أنه فتحنا بوت السولانا في ناس كثير يسألوني كم هي كمية المارجن اللي لازم تضيفها طبعا هذا يعتمد عليك ويعتمد على المارجن اللي عندك وكمية المبالغ اللي عندك طبعا بالنسبة لي إذا أنا راح أفتح هذا البوت هنا من جديد طيب أنا راح أول شيء طبعا نشيل هذه الإشارة من هذا المربع الصغير لأنك عايز تضيف المارجن بنفسك طيب خلونا نقول بأنك هنا الآن تدول بـ 10 ألف دولار بالنسبة لي راح أضيف مارجن يكون ضعف المبلغ اللي أستثمرته طيب شوف هنا جماعة على مستوى الليكوديشن ففي هذا المعدل يا جماعة ممكن أنه السعر ينخفض إلى 140 دولار بدون ما أنه يتم عمل الليكوديشن لنا ويتم سحب كل فلوسنا من هذه الاستراتيجيات وبالنسبة لي أنا أحب أنه أكون حذر أكثر فأضيف ضعفين المبلغ اللي أستثمرته يعني 30 ألف دولار يعني السعر ممكن أن يهبط أكثر وما يوصل إلى مستوى الخسف هذا هنا اللي ممكن يطلعني من السوق طيب واللي يقولون منصور أنا ما عندي أموال إضافية وما أقدر بأنني أضيف مثلا 30 ألف دولار إضافية وما أقدر أن أتداول بـ 10 ألف دولار ما في مشكلة تداول بأموال أقل لا تدخلوا بمخاطر عالية فقط تداول بالأموال اللي تقدر تتحملها يعني مثلا إذا الأموال اللي عندك 10 ألف دولار تقدر مثلا تدخل بـ 6 مار 3 ألف دولار وبعد كذا تضيف المارجن اللي هو 7 ألف دولار فهذا طبعا يعتمد عليكم يعني أنا مش ما أقدر أجبركم على أي شيء كل واحد يتحمل مسؤولية نفسه أنا ما أقدم أي نصيحة مالية أنا فقط أشارك معكم الأشياء اللي أنا أعملها شخصيا وفقط خليكم أجمعها على علم بأن العملات المديلات تنخفض في العادة بشكل كبير جدا أكثر من البيتكوين وزي ما قلت أجمعها هذا هنا سباق على مدى طويل جدا فلا تكونوا مركزين فقط على المدى القصير وفي بعض الناس كانوا يضحكوا علي لأنه حصلنا على انخفاض للسلانة وحصلنا على انخفاض للإيثريوم وأضفت أموال أكثر في الإيثريوم استثمار أكثر عند مستوى 3 ألف واربعمائة دولار وحاليا إحنا عند 3200 دولار فحتى هذا الاستثمار هنا إلى هذا البوت دخلته عند القمة فهذه الجماعة هنا مش مشكلة بالنسبة لي لأنه هذه هنا لعبة على المدى الطويل تذكر الجماعة بأنه إحنا عايزين البيتكوين وسلانة والإيثريوم ترتفع وهذا رح يكون شيء جيد للأرباح الغير مدركة ولكن الشيء الرئيسي وهو أن الخوارزميات تشوف شغلها فالشيء الرئيسي وهو هذه الأرباح على الجهة اليسار اللي هي أرباح الجريدز وتذكروا لما كنا عند مستويات الأسعار هنا في السلانة في آخر مرة لأنه طبعا إحنا كنا عند المستويات هذه هنا في السلانة سابقا تقدروا تشوفوا هنا بأنه إحنا كنا عند مستويات لا هذا مش السلانة طيب نرجع هنا إحنا كنا عند خلونا نرجع هنا إلى فريم الأربعة ساعات كنا جماعة هنا عند 224 فلسا متبقي 6% إلى أن يرتفع إلى القمة السابقة ولكن الأرباح جماعة في الواقع في البوتات الآن تعتبر أكثر مقارنة بالنقطة اللي كنا فيها عند القمة السابقة ليش؟ لأنه اللغة رثميات أو لأن الخوارزميات هذه هنا شافت شغلها بشكل رائع جدا اشترت في أثناء الهبوط وباعت في أثناء الصعود ويقولت بأنه في عندنا الهدف وهو أنه إحنا مثلا نكسب 1% كل يوم من هذه اللغة رثميات أو من هذه الخوارزميات عن طريق الجريدز ولكن في الواقع هنا في بوت السلانة طبعا نشتغل هنا لمدة 5 أيام وإحنا مرتفعين ما يقارب 13% فهذا جماعة هنا يؤدي أكثر من 2% أرباح كل يوم من الخوارزميات لحالها وغير كذا في عندنا كمان الأرباح هنا الغير مدركة لأنه طبعا السلانة مرتفعة في عندنا الأرباح الغير مدركة من هذه الصفقة وجماعة إذا هذا شيء مشوش لكم إذا مش فاهمين فاتأكدوا زي ما قلت بأنه ترجعوا وتشوفوا الفيديوهات اللي عملتها هنا بخصوص هذه الإستراتيجيات تكلمت عن كل شيء بتفاصيل أدق جماعة هذا كل شيء عندي الآن أنا متوقع بأنه راح نحصل على ارتفاعات كبيرة فأخلكم مجهزين لكل شيء أوقات رائعة جدا إنه الواحد يكون على قيد الحياة هذا كل شيء أعاد لكم اليوم بتوفيق لجميع وأشوفكم في الفيديو القادم